اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 6,923 اصابة بفيروس كورونا وهو ذروة جديدة غير مسبوقة في حصيرة الاصابات اليومية في البلاد وفق معطيات الوزارة فان عدد الحالات الخطيرة وصل الى 634 بينهم 171 موصلون باجهزة التنفس الاصطناعي فيما بلغت حصيرة الوفيات في البلاد 1316 حالة منذ انتشار الجائحة هذا وناشدت وزارة الصحة المسعفين الى الانخراط في جهود تقديم العلاجات لمصابي كورونا في المستشفيات بما حذر بنك الدم في اسرائيل من انه قد يضطر لتقديم وجبات الدم فقط للحالات الطارئة بسبب نقص كبير في وجبات الدم المخزنة لديه